نبدأ بقى ونكمل على الحلقة الأسبوع اللي فات وكنت بكلم أنا وحضرتكم نتناقش أن فكرة الوزن المثالي بيختلف طبعا من طبيعة جسم البني آدم لبني آدم والسن وعوامل مختلفة كتيرة جدا يعني ممكن واحد يبقى 70 كيلو وحد تاني 70 كيلو وده دخين وأوفرويت وده وزن مثالي فنفهم منك ده الأول خلينا بس نسترجع اللي احنا قلناه من أسبوعين احنا كنا بنتكلم من أسبوعين ومؤشر الكتلة وقلنا أنا مؤشر الكتلة دي بجيب الوزن على مربع طول وده بيقول لي هو أنا جسم ساري كوزن ولا عندي زيادة في الوزن ولا عندي بعاني من السن طب ما تيجي نعملها دلوقتي عملي تمام ايه رأيك أنا حقول لها حقول وزني على الهوى ويلا وقدر الله ما شاء أفعل قل لي أعمل ايه بالزبط عشان برضو سادة مشاهدين دعملوها معنا أولا لازم تجيب وزنك تمام اكتب وزني هتعمل المعادلة اللي قاتل هتجيب الوزن على الطول طب يعني أكتب وزني أنا حاليا 67 67 أو بموانتظ صراح الموضوع بسيط على بس كنت أعتقد كنت من أزبعين أزهد أولا الوزن بتاعي دايما بيبقى 65 وأزيد بقى ورجع حسب الحالة هنيكلم بكل حال بس يمكن من أزبعين لو حالك تذكر آه كنت يمكن أزهد شوية 67 على كام هنقسم بقى على الطول بتاع حضرتك ديفايد يعني اه ديفايد أنا طولي 170 تمام هتديك الرقم اداني رقم الرقم ده معلش هنكتبه عندك هتكتبيه كده هو 0.39 تمام هتقسميه تاني على الطول ديفايد يعني هتأخذ الرقم ده اللي حاكت تبقيه ديفايد 170 طلعك يا بقى 0.0023 لا لا ما هو حرك المفروض دي 23 على فكرة ده 23 ده يعني حاكت في الوزن المثالي الوزن المثالي بقى 19 و 19 و 19 حد 25 آه والله ده الوزن المثالي اكتر من 25 ل 30 بالمعادل اللي احنا هنا بنقول ان انت عندك خلي بالك هنا عندك زادة في الوزن من 25 من 30 في ما فوق لا دخلنا بقى في السمنة طب بس عندي سؤال مش ده بيتقاس بالكتلة الدهنية وملهاش علاقة يعني اصلا ممكن يبقى 67 بس بقى عضل ويبقى في احكابات هنتكلم عن المعادلة البسيطة اللي كل واحد مننا ممكن يعملها في البيت ولكن بقى في حاجة اسمها الانباضي اي الانباضي ده بقى يجيب من الاخ ده بيجيب حاجة بقى مؤشر الكتلة عندك بيجيب نسبة الدهون قد ايه والكتلة العضلية قد ايه ونسبة المية قد ايه ده حاجة متقدمة تمام طيب هو ليه بقى احنا حصلت لنا السمنة هو ده السؤال يعني ليه انا لما عملت المعادلة بتاعت مؤشر الكتلة دي اللي انا جبت الوزن على مربع الطول تلع اكتر من 25 عشان من اكل كتير يعني في اجابة تانية المعادلة بسيطة او في حاجة اسمها السعرات الحررية يعني ايه السعرات الحررية اللي اكل اللي باكله او الشرب اللي باشربه ده بيمد الجسم بسعرات حررية يعني طاقة الطاقة دي بتعمل ايه بتخليني امارس النشاط بتاعي الحيوي سوى كان نشاط خارجي او نشاط داخلي نشاط الداخلي اللي هي الاعضاء اللي جوا جسمك حركة المعدة جهاز التنفسي ضربات القلب كل ده بيحتاج الطاقة علشان يقوم بالوظائف بتاعته الوظائف الخارجية اللي هي ايه تقوم تمشي تخرج تتمشي تروح اي مجال ده كله جي من ايه جي من الاكل سعرات حرية يعني طاقة ايه بقى قصة السعرات الحرية والسمنة ايوه معادلة بسيطة جدا معادلة دي بتتوقف على النشاط اللي انت بتقوم بيه قاعد لنا بقى على طول هجيب وزنك او لا بتتحرك خلي بالك دربه في 24 الرقم التالت ده يتوقف على النشاط بتاعك لو تاني لا احنا ما بعضينا فيش مشكلة خالص نحسب نحسب ما عنديش اي مشكلة انا بحب الحاجات يعني انا معلش تاني يقول وزني 67 في 24 في يعني 24 في 24 في يعني ايه في لايه تاني يعني اه تمام معلش والله ما درستش الماتبو العربي والله عظيمة بمثل ولا بقى دائم مينوس وفلس وفي اللي هي الباي وفي الدفايد اللي هي باي باي الله ينور عليك ملتب باي هادربه هو حريك النهاردة انت بتمرسي رياضة عنيفة ولا بتمرسي نشاط ما انا لسه هقولك اه اوكي ولا حيك بتمرسي نشاط متوسط ولا عدى في الميت بتحركيش خالص هنعرف دلوقت حريك لأ انت من الواضح انت بتمرسي يعني نشاط متوسط صح ادربه في واحدة اربعة من عشر 1.4 ايوه 1.4 هيديك رقم رقم ده طلع كام 2 بعد كده يعني 0.25 ده حريك للسعرات الحرية اللي انت حرك محتاجها في اليوم علشان تحفظ على سبات وزنك الرقم اللي طلع ده لو انت خدت الاكل بتاعك والشرب سعرات حرية تمدي جسمك بالمعادلة دي يبقى عندك سبات والوزن اوكي تمام طب انا ممكن تقولي عن المكمل الغدائي اللي معانا بقى على زي ممكن يفيدنا اصلا مانا لسا جائلك اوه يبقى اذا القصة في الاكل اللي انا باكله بسعرات حرية بيديها دي لو انا عايزة خس ايوه يبقى المفروض السعرات الحرية اللي داخل جسمي تبقى ايه تبقى اكتر اقل من السعرات الحرية اللي خارجة اه بزف علشان اخس بزف لو عايزة سبت وزن يبقى السعارات الحالية لداخلها هي نفس السعارات الحالية اللي خارجة النهاردة بقى بستة عملت بتتحكم في الأكل اللي داخل لما كمية الأكل تقل يبقى كمية السعارات الحالية هتبقى داخلها تقل صح صح كده بالتالي أخص بالتالي أخص بناني على المعادلة اللي احنا قلناها الوازن في 24 في 1 و 4 من 10 لو بمارس النشاط متوسط 1 و 3 من 10 لو قاعد في البيت 1 و 5 لو بنا بمارس رياضة عنيفة يبقى دي السعارات الحالية اللي محتاجة يبقى أنا قصتي في إيه قصتي في إن أنا أقلل السعارات الحالية لداخلها وبالتالي هعمل إيه هحرق دهون أكتر